ورسلنا من الخليل رائد الشريف ينضم إليه رائد تفاصيل أكثر حول الإصابات الجديدة وبيان وزارة الصحة يعني هذه البيانات مستمرة وكذلك كورونا قائمة وحاضرة في كل مكان في العالم فلسطين تسجل نسبة عالية اليوم أعلن عن قرابة 500 إصابة بفيروس كورونا وهذا بتنا نسمع بشكل شبه يومي في محافظات الضفة الغربية وتحديدا في نابلس ومدينة القدس المحتلة وكذلك الخليل التي سجلت نسبة عالية من الإصابات ارتفع عدد حالات الوفاء إلى 119 حالة منذ بداية جائحة كورونا بينما وزارة الصحة اليوم قالت من خلال بيانها إن 55 حالة في غرف العناية المكثفة خمس حالات منها على أجهزة التنفس الاصطناعي أي أنهم بحالة حارجة بينما الحياة هنا عادت لطبيعتها كل القطاعات غير مغلقة باستثناء قطاع الأفراح والمناسبات وأقصد هنا صلاة الأفراح وكذلك الدووين الناس هنا في فلسطين يتزوجون وكذلك يقيمون حفلات الأعراس ولكن في بيوتهم وإن كانت هذه الحفلات مختصرة أو حتى مقتضبة إلا أن هناك حالة من الإختلاط نشاهد ونلاحظ بأن عدد من الفلسطينيين يقومون بارتداء الكمامات ولكن أحيانا هناك غير التزام من شريحة كبيرة من المواطنين وكذلك هذا موجود في كل مكان في العالم هذا يرجح يقال إن هناك موجة ثانية ربما ستضرب العالم وتحديدا هنا في فلسطين مع بداية الشهر الخريف أو حتى الشتاء هذه الترجحات وهناك أخبار متضاربة ودراسات كثيرة تتحدث عن بعض الحالات أو حتى الأمور التي ربما تتطور والكثير يقال بأن كورونا غير خطير وأمور كثيرة حقيقة في الشارع ولكن في هذه الأيام على وجه الخصوص قل الحديث أقصد هنا عن الشارع قل الحديث عن كورونا كورونا عندما جاءت إلى فلسطين كانت شبحا الكل يتحدث عن كورونا على الفيسبوك في البيت في الشارع في العمل الحياة أغلقت اليوم قل ما نشاهد المواطنين يتحدثون عن كورونا ولكن هناك حالة التزام وفي نفس الوقت على العكس تماما البعض ملتزم والبعض الآخر غير ملتزم رائدة شريف مراسلنا من الخليل شكرا جزيلا